السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحية لكل متابعي الكرام وكل من التحق بنا مؤخرا اذا اخواني اخواتي اليوم سنتكلموا لموريطانيا التي تصيب الكابرانات في مقتل موريطانيا اليوم ستنضم الى الحلف المغربين امريكي الاسرائيلي كذلك سنرى كيف تفجر واحد الفضيحة من العيار تقيد والأبطال ديالها هما النظام العسكر الجزائري او الكابرانات ديال فرنسا وفي الاخير سنرى كيف الجزائر تشكر المالك فعلا اخواني اخواتي الجزائر تشكره وتشيد بصاحب الجلالة محمد السادس حفظه الله فبقوا معي الاخوان تشوفوا تفاصيل ديال هاد الموضوع دائما كنتمنى منكم انكم تدعموا هاد القناة بالضغط على الزر اعجاب كذلك دعمونا بالبرتاش والاشتراك وهذا فضلا منكم وليس امرا فعلى بركة الله سنبخلوا الصور بالموضوع سنبدأ بواحد نكسة كبيرة للنظام العجوز واخر كشفت صحيفة عبرية ان اسرائيل تسعى لتطبيع العلاقة مع اربع دول اسلامية كشفت صحيفة عبرية نقاب امس ثلاثة عن سعي اسرائيل لتطبيع العلاقة مع اربع دول اسلامية وهي موريطانيا والصومال والنيجر واندونيسيا وافدت صحيفة اسرائيل هايوم العبرية مساء امس ثلاثة بان هناك تراجعا في الاتصالات بين الجانبين السعودي والاسرائيلي وهو محدى بوزارة الخارجة الاسرائيلية الى توجيه الانظار نحو اربع دول اسلامية اخرى واكدت هاد الصحيفة العبرية ان اليكوهين وزير الخارجة الاسرائيلي يقود تلك الاتصالات بهدف ادماج الاربع دول الى اتفاقيات ابراهام وهي موريطانيا والصومال والنيجر واندونيسيا كما ان بنيامير نتانياهو رئيس الوزراء الاسرائيلي يقود تلك الاتصالات بالاضافة الى شخصية امريكية باريزا على رأسهم انتونيو بلينكين وزير الخارجية الامريكي واشارت كذلك الصحيفة الى ان الاتصالات بين اسرائيل وموريطانيا على وجه الخصوص متقدمة جدا في وقت لفت اليكوهين الى تقدم تلك الاتصالات خلال لقائه مع نظيره الالماني الاسبوع الماضي حيث اكدت الصحيفة ان كوهين تلب بشكل رسمي من بيرلين ان تستخدم المانيا لعلاقة ديلها من اجل دفع الاتصالات بين اسرائيل من جانب وبين موريطانيا والنجم من جانب اخر رئيس الوزراء بن يامير نتانياهو هو بنفسه كيشارك في هاد الجهود والترويج المحادثات من وراء الكواليس ومعه كبار المسؤولين في وزارة الخارجية الامريكية بمن فيهم انتوني بلينكين وجيك سوليفان وعموز هورسستين وزعمت ان المحادثات مع موريطانيا تجربة وطيرة متقدمة كما تم التلميح الاسبوع الماضي في لقاء وزير الخارجية كوهين مع وزير الخارجية الالماني لذلك طلب منها رسميا استخدام العلاقات ديلها مساعدة اسرائيل في اختراق موريطانيا والنيجر وذكرت اسرائيل اليوم انه كان لموريطانيا سابقا علاقات ديبلوماس يمحى اسرائيل واللي كانت رسميا سنة 1999 انتهت بعد حوالي عقد من الزمن بعد عملية الرصص المصبوب الحرب على غزة عام 2008 حتى 2009 في حين ان الامر يتعلق تقريبا بنوضوج العلاقات تجاه موريطانيا فان اسرائيل تعمل بالتزامن مع الصومال والنيجر لبناء علاقات متوسطة المستوى في المرحلة الاولى وفي حالة دخول دولة موريطانيا الى الاتفاقية ديال ابراهان غدي تكون واحد نكسة كبيرة عند النظام العجوز النظام الدكتاتوري الجزائري واخر مسمار يدق في نعش جبهة البوريزانيو الانفصالية بكل تأكيد بحيث ان العلاقات ما بين المغرب وموريطانيا غدي تعرف واحدة تطور كبير ما سيعجل باعتراف موريطانيا بمغربية الصحراء وكذلك ما سيعجل من انهاء هذا الصراع الاقليمي المفتعل في صحرائنا المغربية هنا غدي نشوف دولة الجزائر دولة الخسائر اللي غدي تكون نيجر من جهة مطبعة المغرب اعاد علاقته مع اسرائيل موريطانيا التي اعادت احياء علاقتها مع اسرائيل وهذا الشي ما كتتكلمش عليه الجزائر نهائيا لان لان موريطانيا كانت مثل دولة العربية لتطبعات العلاقة يلهمها اسرائيل من 2008 حتى 2009 وقفوا التطبيع بعد العدوان على غزة واليوم كانت تكلموا عن اعادة العلاقات ما بين موريطانيا واسرائيل دبا اخواني اخواتي غدي ترقبوا الاعلام الجزائري واش غدي تكلم على هذا الموضوع واش نظام العسكري الجزائري غدي تكلم على هذا الموضوع المغرب تطبع مع الصهينا المغرب المتطبيع المغرب الصهيوني هذا الموضوع فجر الناشط السياسي واحد الفضيحة من العيار تقيل هذا الناشط السياسي الجزائري وليد الكبير فجر واحد الفضيحة من العيار التقيل البطل هو النظام العسكري الجزائري بخصوص تطبيع الجزائر مع اسرائيل من تحت الطاويلة في موقف يكشف مدني فق النظام العجوز وازدواج الخطب كشف وليد الكبير أن المعاملة التجارية الجزائرية والاسرائيلية قد عرفت منحة الصعودية خلال سنة 2022 بحسب إحصائية الأمم المتحدة المتعلقة بالمعاملة التجارية بين الدول وأوضح وليد الكبير اللي كان كيد تحدث وقالب للجزائر اصدرت قيمة 10 ملايين دولار في 2020 و15 مليون دولار في 2021 قبل أن يصل الرقم إلى 21.38 مليون دولار واعتبر وليد الكبير أن صادرة الجزائر ما قيمة أكثر من 21.38 مليون دولار لإسرائيل في بيانات الأمم المتحدة يبقى رقما كبيرا وضخما خصوصا مع دولة يصف نظامها العسكري إسرائيل بالكيان يدعي هذا موجود علاقة بالمرة كما اعتبر الإعلام الجزائري أن الجزائر صدرت لإسرائيل مورد الكيميائية غير العضوية ومع هذه النفسة وهذا يعني أن الشركات وطنية جزائرية تابعة للعسكر هي التي تتعامل مع تل أبيب وتساءل وليد الكابر قال بلي كيف لا يكون هذا التطبيع مع إسرائيل جديدا بلي هذا التعامل تجاري بين الجزائر وإسرائيل كي يؤكد وجود علاقات بين الجزائر وإسرائيل ولكن تحت الطاولة وأن المشكلة دي العسكر ماشي مع إسرائيل وإنما مع الدولة أو المملكة المغربية الشريفة نمشي دابعة للجزائر تشكر المالك على دعم من لجنة القدس فإخواني أخواتي هذه ماشي هدراء يعني غير هكاك أو هدراء خاوية كما لكي يعرف باللجزائر دائما كتتكلم على التطبيع وكتقول أن المغرب المطبيع المغربة دير إجرام في حق الشعب الفلسطيني وهذا بطبيعات الحال عن طريق الأبواق الإعلامية دي لهم اليوم الحكومة الجزائرية عن طريق وزارة الخارجية الجزائرية كيشكر المالك على الجهود المتواصلة في دعم القدس بحيث اجتمعت اللجنة الوزارية العربية المكلفة بالتحرك الدولي لمواجهة السياسات والإجراءات الإسرائيلية الغيرقانونية في مدينة القدس المحتلة برئاسة المملكة الأردنية الهاشمية وعضوية كلا من الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بصفتها رئيس القمة العربية الحالية المملكة العربية السعودية دولة فلسطين دولة قطر جمهورية بيسر العربية والمملكة المغربية والجمهورية التونسية هذه الإجراءات بالضبط للنظام العسكري الجزائري استغلوه ضد المملكة المغربية واستغلوه لمهاجمات المغرب خوفا بطبيعة الحال من إسرائيل وجهوا الهجوم ديالهم للمملكة المغربية كونوا أحراروا وهاجموا إسرائيل من اللي هاد الجرائم قادرها إسرائيل وكيبلكم غير المغرب المتطبع ولكن هاد الشي كان غير إعلاميا شوفوا الإخوان وزارة الخارجية الجزائرية في القاهرة شنو كتقول كما أشاد الوزارة بالجهود المتواصلة التي يبذلها صاحب الجلالة لمالك محمد السادس حافظه الله رئيس لجنة القدس من أجل الدفاع عن القدس الشريف والتنويه بالمشاريع التي في هاد الإخوان في هاد البيان خرجوا بواحد البيان كما كتشوفوا هاد الفقرة الأخيرة اللي قرأت عليكم يعني هاد الوزاراء كامل متافقين على هاد البيان بما فيهم العمامرة وبالتالي احت الجزائر تشيد بجهود صاحب الجلال محمد السادس حافظه الله وبالتالي هذا هو الخطاب الرسمي للجزائر ليس كما يدعونه أو كما يدعيه الإعلام الجزائر الاسترزاقي الكل يشيد بجهود صاحب الجلال محمد السادس حافظه الله فتحية لكم كبيرة شكر الحسن المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته